رحمة الله وبركاته الزمالك يفقود شيتا الجزائري ويغاز البوبو وسر غضب عشور يسعى مسؤولي نادي الزمالك لابرام صفقة من الليار الثقيل للتغطية على قرب انضمام امام عشور نجم الفريق الابيض السابق للأهلي قادما من ميتلاند الداني ماركي حيث تم طرح اسم لعب خط الوسط الجزائري اسمى شيتا في صفقة انتقال حر كما تم اعادة فتح باب المفاوضات من جديد مع نادي فيوتشر ليقنعهم بالتخلي عن محمد رضا بوبو بعد انسحاب الاهلي من الصفقة اكدت تقارير صحفية جزائرية ان زمالك مهتم بالحصول على خدمات اسمى شيتا لعب وسط اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وينتهي عقد شيتا مع اتحاد العاصمة بنهاية الموسم الجاري في الجزائر حيث يتبقى جولتين على نهاية المسابقة المحلية وذكرت شبكة جزائرية ناطقة بالفرنسية ان شيتا لا يجدل عقده مع اتحاد العاصمة حيث يرقب اللاعب صاحب الستة عشرين عاما اضافة الشبكة ان زمالك ولوجانو السويسري يتنفسان على ضم شيتا مجانا هذا الصيف ويعتبر اسمى شيتا انصرا اساسيا في تشكيلة اتحاد العاصمة اسخد 37 مباراة في كل البطولات خلال الموسم الجاري وانضم شيتا الى اتحاد العاصمة عام 2017 قادما من مولدية الجزائر ويحتل اتحاد العاصمة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 40 نقطة قبل جولتين على نهاية الموسم سر غضب امام عشور من ادارة الزمالك كشف مصدر مقرب من امام عشور لاعب وسط فريق متل عند داني ماركي عن بعض الكواليس الخاصة بانضمام اللاعب الى صفوف النادي الاهلي في الموسم المقبل واكد المصدر ان امام عشور غاضب بشدة من الانتقادات التي يتعرض لها من جانب جماهير الزمالك والهجوم عليه مشيرا الى ان هناك كواليس عديدة لا يعرف عنها الكثيرون واوضح ان امام عشور منذ فترة ابلغ ادارة الزمالك برغبته في العودة للفريق في الموسم المقبل وانه لا يريد الاستمرار مع ميتلاند وطلب منهم حسم الصفقة مع النادي الداني ماركي اذا ما ارادوا عودته للفريق وتابع المصدر المقرب من عشور لم يتحرك مسؤولي زمالك خطوة واحدة لحسم الصفقة وهو ما دفعه في النهاية للبحث عن تأمين مستقبله وتحرك للتوقيع الى الاهلي واشار المصدر ايضا الى ان امام عشور مستأم من هجوم ادارة الزمالك عليه وعدم كشف الحقيقة امام الجمهور وتوضيح الصورة بالكامل موضحا ان المشكلة من الاساس كانت لدى ادارة الزمالك الزمالك يفتح باب المفاوضات مع بوبو اعاد مسؤول نادي زمالك فتح ملف صفقة محمد رضا بوبو لعب فيه تشرق من جديد وذلك بعد اقتراب امام عشور من الانضماب الى صفوف الاهلي واستقرر مسؤول الاهلي على الاكتفاء بصفقة امام عشور في وسط الملعب والتراجع عن ضم محمد رضا بوبو وقرر مسؤول الزمالك اعادة فتح ملف المفاوضات مع بوبو من جديد بعدما توقفت الصفقة في الفترة الاخيرة بسبب مفاوضات الاهلي ويدعم مسؤول الزمالك بوبو على رأس اولوياتهم في الموسم الجديد لتديم وسط الملعب بسبب النقص الذي يعانيه الفريق في هذا المركز واعتمد مسؤول الزمالك على رغبة بوبو في الرحيل عن فريقه في الموسم المقبل وهو الامر الذي يمكن ان يساهل من اتمام الصفقة ويعتبر محمود حمادة لعب واسط فريق فاركو بمسابة البديل على تعثر الاتفاق مع محمد رضا بوبو في الموسم المقبل ترجمة نانسي قنقر